هذا ودع مرشحون عن تحالف عزمة فيديالا ونينوى مفوضية الانتخابات للنظر بجدية في الطعون المقدمة بشأن نتائج الانتخابات مؤكدين امتلاكهم أدلة توثق خروقات انتخابية في عدد من المحطات ملوحين باللجوء إلى المحكمة الاتحادية لم تنصفهم مفوضية الانتخابات في تحالف حزم لدينا طعون مقدمة لمفوضية العلمة خلال الانتخابات لدينا ثلاثة طعون وثلاثة مرشحين قدموا هذه الطعون من تحالف حزم في الدائرة الأولى وفي الدائرة الثالثة طبعا المرشحين لديهم إثباتات بأن هناك خروقات في هذه العملية الانتخابية لذا نطالب المفوضية العلمة للمستقلة الانتخابات بالنظر وبالسرعة الممكنة بهذه الطلبات لكي على الأقل تثبت حسنيتها بالنسبة للمرشحين نحن نطالب المفوضية بعالة العدوى الفرز اليدوي بكافة المحطات بدون استثناء وفي حال لم تستجيب المفوضية العليا لمطالبنا سنحاول نلجأ إلى القانوني للمحكمة الاتحادية كانت النسبة متدنية بالمشاركة في الانتخابات ولكن النتائج التي ظهرت أوجدت في بعض المراكز الانتخابية نسبة مشاركة تفوق السبعين بالمئة وهذا من أين هذه الأصوات؟ وولدت الكثير من الشكوك في الشارع المصلي خاصة والعراقي عامة ولكن نأمل أن المفوضية العليا المستقلة كما عهدناها ببداية الأمر عملت بنزاها من أجل الانتخابات أن تنظر بالطعون وأن تعلم الشارع العراقي ما جرى وماذا يحدث اشتركوا في القناة